لا تزال فرق الإنقاذ الأمريكية الكندية في رحلة بحث مستمرة عن آثار الغواصة السياحية الصغيرة تيتان التي اختفت في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أمريكا الشمالية اليوم وبمؤاذرة كندية فرنسية دخلت عمليات البحث عن الغواصة السياحية يومها الرابع خفر السواحل الأمريكي أورد أن قوات جوية كندية رصدت أصوات ضوضاء تحت الماء في منطقة البحث ونتيجة لذلك تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد في محاولة لتقصي مصدر الأصوات متحدث باسم خفر السواحل الأمريكية حذر من أن كمية الأكسجين المتبقية على متن الغواصة تكفي ركابها الخمسة لأقل من يومين وأن التقديرات تشير إلى تبقي حوالي 40 ساعة من هواء التنفس مضيفا أن عمليات البحث لم تؤدي حتى الآن إلى أي نتيجة مذكورة يبقى السؤال مطروحا الآن هل سيصيب غواصة تيتان ما أصاب سفينة تيتانيك؟ السفينة التي في أول رحلة لها عام 1912 ارتطمت بجبل جليدي أودى بحياة 1500 شخص من أصل 2224 من ركاب الرحلة ترجمة نانسي قنقر